هذه المحاضرات موجهة لجراحي المستقبل إذا for the future surgeon you تابع هذا الفيديو من خلال النقر هنا سنستطيع حضور محاضرات تشريح البطن بالتسلسل ومثل ما نلاحظ من خلال النقر على الكتابة بجانب وقت الفيديو نستطيع التصفح بمواضي الفيديو وبالتالي حضور فقط الموضوع الذي يهمنا من الفيديو مرحبا جميعا هذا هو الفيديو الثالث من فيديوهات الانترولاترالأبدامنالبول إن شاء الله في هذا الفيديو سنتعرف على الفاشة للانترولاترالأبدامنالبول بالإضافة إلى ذلك سنقوم بمراجعة الليرز اف دي انترولاترالأبدامنالبول وأخذ فكرة إضافية معمقة عن الليرز اف دي انترولاترالأبدامنالبول سنبدأ أولا بتذكر ما هي الآيل اوز لمحاضرة الانترولاترالأبدامنالبول بشكل عام ومن ثم نكمل هذا الفيديو في اتجاه الفاشة اف دي انترولاترالأبدامنالبول هذه المحاضرة ستكون عن الاناتومي اوف دا ابديمن وهذه المحاضرة ستكون فروم دا بيجنينغ وستكون تحديدا لطلاب الطب لأن فيها تفاصيل كثيرة لن يحتاج لها غير طلاب الطب فالغاية الأساسية من محاضرة الابديمن أن تقوم بتأهيل طلاب الطب ليصبحوا جراحين وهذه عبارة عن lecture 2 عبارة عن المحاضرة الثانية من محاضرات الاناتومي اوف دا ابديمن وهذه المحاضرة ستكون مخصصة لشرح كل تفاصيل الانترولاترالأبدامنالبول لذا سنتعرف في هذه المحاضرة على الهول ستوري اوف ذا انترولاترالأبدامنالبول تشريحيا أما الآن فسنتعرف على ال-ILOs أو ال-Intended Learning Objectives لهذه المحاضرة فمثل ما نلاحظ سنتعرف أولا على ال-Overview سنقوم بأخذ overview بسيطة عن هذه المحاضرة بشكل عام ومن ثم سنقوم بعمل General Description ل-Layers of the Intralateral Abdominal Wall سنقوم بعمل وصف عام على طبقات ال-Intralateral Abdominal Wall ومن ثم سنتعرف على الفاشة of the Intralateral Abdominal Wall وبعد ذلك سنتعرف على المسلز of the Intralateral Abdominal Wall وهذه هي من أهم أجزاء هذه المحاضرة وأيضا سنتعرف على ال-Rectus Sheath وال-Linealpa وال-Umbilical Ring وأيضا سيكون لدينا ال-Functions and Actions of the Intralateral Abdominal Wall Muscles والموضوع المهم الآخر لهذه المحاضرة وهو عبارة عن Neurovascular Structures of the Intralateral Abdominal Wall الأوعية الدموية والعصاب والأوعية اللنفاوية أيضا لل-Intralateral Abdominal Wall وأخيرا سيكون لدينا سمري لهذه المحاضرة ملخص لهذه المحاضرة سيكون موجود على الصبور هذه هي عبارة عن ال-ILOs لمحاضرة ال-Intralateral Abdominal Wall بالكامل لذا فهذا الفيديو سيكون ال-ILO الثالث لمحاضرة ال-Intralateral Abdominal Wall سنتعرف فيه على الفاشة of the Intralateral Abdominal Wall وسنقوم شيئا فشيئا في إزالة طبقات الأبديمن ودراسة كل طبقة على حدة إن شاء الله خلال هذه الفيديوهات لهذه المحاضرة إذا نتابع ببساطة طبقت الدهون الموجودة إلى الأسفل من السكن في البطن فتمتلك كمية من الدهون تختلف ما بين البشر لكل بشر كمية من الدهون تختلف عن الآخر البعض منهم سمين البعض منهم نحيف وهكذا هذه ببساطة ما تعني هذه المعلومة فال-Abdomen هي عبارة عن Major Site of Fat Storage هي عبارة عن أحد الأجزاء الأساسية في الجسم البشري المخصصة لخزن الدهون Males are especially susceptible to subcutaneous accumulation of fat in the lower anterior abdominal wall الذكور هم أكثر أرضة لتجمع الدهون في منطقة البطن وبشكل خاص في المنطقة السفلية من ال-Entralateral Abdominal Wall In Morbid Opacity ماذا يعني Morbid Opacity؟ أي بالسمنة المورضة أو الممرضة السمنة الممرضة هي ببساطة زيادة كبيرة بالوزن في ال-Clinical Examination يوجد هناك مصطلح يسمى ب-Body Mass Index ال-PMI وهذا ال-PMI يختلف من شخص إلى آخر من المؤكد هذا الشيء ففي الشخص النحيف يكون هذا ال-PMI أقل من ثمانية عشر وفي الشخص المعتدل فسيكون ال-PMI له ما بين الثمانية عشر والأربعة وعشرون فاصلة تسعة أما حينما نقول أن هذا الشخص لديه overweight أي لديه وزن زائد ولكنه ليس obese أي ليس سمين ولكن لديه وزن زائد فأن ال-PMI له سيكون ما بين الخمسة وعشرون إلى التسعة وعشرون فاصلة تسعة أما إذا تجاوز ال-PMI ال-Thirty فهذا يعني أن هذا الشخص دخل في مرحلة السمنة هذا الشخص سمين ولكن حينما نقول morbid obesity فهذا يعني أن هذا الشخص ال-PMI له هو عبارة عن ثيرتي فايف أن أباف أي خمسة وثلاثون فما فوق فهذه عبارة عن morbid obesity هذه ليست عبارة عن محاضرة في ال-Clinical Examination لهذا السبب لم أقم بكتابة هذه التفاصيل لا على الصبورة ولا على الفوربوينت ولكن يجب عليك أن تفهم مصطلح morbid obesity هو مصطلح clinical مصطلح أملي وهناك تفاصيل أخرى إن شاء الله ستتعرف عليها في المستقبل وتربط ما بين هذه التفاصيل وهذه المحاضرات الأساسية للطب وهي محاضرات التشريح The fat is many inches thick يعني أن طبقة الدهون هذه في الموربيد obesity ستكون سميكة فستكون عدة إنجات والإنج يساوي إثنان ونصف سنتيميتر لهذا ستكون عبارة عن طبقة سميكة بشكل فعلي often forming one or more sagging folds ماذا يعني sagging folds يعني أن هناك ستكون طبقة متدنية يعني إلى الأسفل سنرى بعد قليل مقطع فيديو يوضح الموضوع بشكل جيد وهذه sagging folds أي الطيات المتدلية بسبب فعل الجاذبية ستسمى بالPaniculi وPaniculi هي عبارة عن جمع plural للPaniculus هو المفرط Paniculi هي عبارة عن الجمع وPaniculi وPaniculus هي عبارة عن Apron هو عبارة عن أشبه بالوشاح أي هذا الآن قطعة القماش هذه من الممكن أن نسميها في Apron إذا كانت متصلة بجزء معين وتتدلى إلى الأسفل فستسمى في Apron وسنرى الآن مقطع فيديو سيوضح هذه الفانيكيولاي ويوضح الموربيد أوبزيتي وما هي أبرار الموربيد أوبزيتي حينما يكون لدينا thick paniculus والسغير الفانيكيولاي مثل ما نلاحظ هذا عبارة عن مقطع من مسلسل Gray's Anatomy وهي عبارة عن مسلسل طبي لطيف جدا مثل ما نلاحظ هذا شخص لديه موربيد أوبزيتي ومثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الفات الموجود في الأنترالاترال أبدامينال وال ومثل ما نلاحظ يتضح من هنا أن لدي فولز لدي طيات في هذا الأنترالاترال أبدامينال وال أو عمليا في الفاتي لير للأنترالاترال أبدامينال وال لسبب الثيك فاتي لير وهذا الفولد مثل ما نلاحظ هذا الميجر فولد سنسميه ببانيكيولاس أو أيفرن مثل ما نلاحظ سيقوم هذا الطبيب برفع هذا الأيفرن لكي نرى ماذا بوجده الأسفل منه مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الفانيكيولاس أو بسبب فعل الجاذبية فإنه سينزل إلى الأسفل ولهذا السبب فإنها تسمى ومثل ما نلاحظ حينما يغطي هذا الفولد هذا الجزء من الأبديمن أي هناك عبارة عن جزء مغطى من الاسكن وهذا الجزء المغطى لن يتعرض للأكسجين وبالتالي ستنمو بعض أنواع البكتيريا وبعض أنواع الميكرو أورجينيزمز بشكل عام وبالتالي ستنتج لدي هذه الميديكال كونديشن بالإضافة إلى تفاصيل أخرى كثيرة ربما تكون متعلقة بهذا المريض ولكن هذا المغطى يوضح ما أريد الإشارة إليه من هذا الجزء من الفيديو لذا كما شاهدنا من هذا المغطى أن مهما كبرت طبقة السبكتينيوستيشو في الموربيد أوبيزيتي فأنها ستبقى طبقة واحدة فقط من طبقات الانترولاترال أبدامينال وولد وكملخص لهذا السلايد فأن الميالز أكثر أرضة لتجمع الدهون في منطقة السبكتينيوستيشو في الانترولاترال أبدامينال وولد وتحديدا الجزء السفلي من الانترولاترال أبدامينال وولد وقد شاهدنا مقطع فيديو بسيط يوضح الموضوع بشكل جيد مثل ما نلاحظ ماذا يعني هذا الكلام؟ ببساطة يعني أن السبكتينيوستيشو أو السبكتينيوستيشو في منطقة الأبدمن حينما نكون إلى الأعلى من الامبليكاس فإنها تشبه بشكل تام أي منطقة من مناطق الجسم البشري فلدي سكن ولدي سبكتينيوستيشو كما هو الحال في أي منطقة من مناطق الجسم أما إلى الأسفل من الامبليكاس أي إلى الأسفل من الامبليكاس سيكون لدي طبقة إضافية ولكن هذه الطبقة الإضافية ستكون هي الديبست لير ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هناك سكن وبعد ذلك سيكون لدي فاتي لاير أو السبكتينيوستيشو وبعد ذلك سيكون لدي المنبرنس لاير للسبكتينيوستيشو فهذه الإلاسك أنت كولاجين فيبرز ستكون هي عبارة عن الديبست لير من السبكتينيوستيشو وهذه الطبقة لا تحتوي على فات وإنما تحتوي على إلاستك وكولاجين فيبرز والكولوجين فايفرز هي عبارة عن ألياف قوية فمثل ما نلاحظ هذا الأبانيروسيز مكون بشكل فعلي من إلاستيك وكولوجين فايفرز فلنا أن نتصور قوة هذا الأبانيروسيز فهذه المنبرنس لير للسبكوتينيستيشو ستكون مكونة من مواد مشابهة لهذه المواد التي تكون الأبانيروسيز ما هذه التي تكون الأبانيروسيز؟ هو عبارة عن السبكوتينيستيشو الموجود إلى الأسفل من الأمبليكس سيكون له two layers هناك السوبرفيشال فاتي لير التي اسميناها في الفيديو السابق بالكامبر فاشا الكامبر فاشا أو الفاتي لير ولدينا أيضا ديب منبرنس لير التي هي عبارة عن السكارب فاشا هي عبارة عن المعلومة الأساسية من هذا السلايد فهذه هنا مثل ما نلاحظ هناك طبقة رقيقة ولكن منبرنس لير هذه عبارة عن السكارب فاشا لذا فأن هذه الصورة التي تعرفنا عليها في الفيديو السابق هي عبارة عن توضيح لطبقات الأنترالاتر الأبدامين الول ولكن إلى الأسفل من الأمبليكس وذلك بسبب وجود السكارب فاشا التي ستكون موجودة فقط إلى الأسفل من الأمبليكس مثل ما نلاحظ هنا سكن وهنا فاتي لير أو سابقوتينيس تشيو أو ذا انترالاتر الأبدامين الول بلو ذا أمبليكس أو انفيرير تو ذا أمبليكس وهنا لدي الممبرنس لير أو السكارب فاشا هذه الكامبر فاشا وهذه السكارب فاشا وهنا طبقات المسلز مع الانفستينغ فاشا لها وهنا الاندو أبدامينال فاشا أو الترانسفيرسالس فاشا وهنا الاكسترا بيرتوني الفات وهنا الكريتال بيرتونيوم أما الآن فسنتعرف على ارتباطات السكارب فاشا أو الممبرنس لير أوف دا سابقوتينيوس تشيو بلو ذا انفيركس فالسكارب فاشا ستنزل إلى الأسفل وتقوم بالاتصال بأمور أخرى سنتعرف عليها الآن مثل ما نلاحظ البرنيل ريجن هي عبارة عن منطقة الأعضاء التناسلية ففي البرنيل ريجن ستتحول الاسكارب فاشا إلى سوبرفشل بيرنيل فاشا هذه السوبرفشل بيرنيل فاشا أيضا تسمى بالكولز فاشا مثل ما لدينا سكارب فاشا وكمبر فاشا فيجب أن يكون لدينا كولز فاشا ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه السكارب فاشا ستمتد إلى الفيرنيل ريجن ويتحول اسمها هي نفس الطبقة ولكن سيتحول اسمها من سكارب فاشا إلى كولز فاشا أو إلى سوبرفشل بيرنيل فاشا ولكن هذه الفاشا لن تمتد إلى الثاي لن تمتد إلى الفخذين هذه الصورة ستوضح الفكرة بشكل جيد وسنرى هذه الصورة بطريقة مكبرة بعد قليل ولكن علينا أن نتصور هذه الصورة بشكل جيد ولكي نفهم ما تعني هذه الصورة علينا أن نأخذ تصور جيد لهذه الصورة فهذه الصورة هي عبارة عن ساجتال سكشن للفيرنيل ريجن وليست فقط للفيرنيل ريجن وإنما أيضا للفالفك كافتي فهذه عبارة عن لاترال فيو لساجتال سكشن ومثل ما نلاحظ هذه الصورة هي عبارة عن انتيرير فيو لفيرنيل ريجن لفيميل فمثل ما نلاحظ هذه عبارة عن السكاربا فاشا أو الممبرنس لير of the subcutaneous tissue of the intralateral abdominal wall below the ambylicus وهذه السكاربا فاشا ستمتد إلى الأسفل إلى البرنيل ريجن وستكون هذه الكوز فاشا أو السوبرفيشال برنيل فاشا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن السوبرفيشال برنيل فاشا وهذه أيضا هنا مثل ما نلاحظ هذه هنا هذه مقطوعة هنا وهذه كاملة هنا هذه السكاربا فاشا كاملة مثل ما نلاحظ وستمتد إلى الأسفل وتصل إلى هنا فهذه أيضا كاملة هنا وهذه عبارة عن الكوز فاشا أو السوبرفيشال برنيل فاشا فالآن سنقوم بعمل Sagittal Section أو Median Plane هنا مثل ما نلاحظ سنقوم بعمل هذا البلين أو سنقوم بقطع هذا الجسم بهذه الطريقة لكي نرى هذه الصورة لكي نرى الصورة السفلية وسنقوم بتكبير هذه الصورة مثل ما نلاحظ لكي يكون لدينا تصور جيد ورؤية جيدة لهذه الكولز فاشا فمثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن Intralateral Abdominal Wall وهذه هي عبارة عن طبقة الممبرنس لير of the subcutaneous tissue of the Intralateral Abdominal Wall below the Ambilicus بشكل بسيط عبارة عن الاسكاربا فاشا هذه هي عبارة عن الاسكاربا فاشا مثل ما نلاحظ وستكمل طريقها إلى البرينيام مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن يورينيري بلادر وهذا عبارة عن يوريثرا هذه عبارة عن Female Reproductive System مثل ما نلاحظ هذا هو البجاينة ومثل ما نلاحظ هنا ستتخذ الكولز فاشا أو السوبرفيشال بيرينيال فاشا موقعها فهي عبارة عن امتداد مثل ما نلاحظ لالاسكاربا فاشا هنا تنتهي الاسكاربا فاشا وتبدأ السوبرفيشال بيرينيال فاشا أو الكولز فاشا ولكن هذه الاسكاربا فاشا لا تمتد إلى الثاي فلو كان لدي الآن هنا اسكاربا فاشا هنا تم إزالة الاسكاربا فاشا ليس هناك اسكاربا فاشا هنا تم إزالتها ولكن يجب أن تكون موجودة هنا بشكل فعلي فستنتهي الاسكاربا فاشا لهذه النقطة تقريبا تقريبا إلى هذه النقطة ولن تمتد هذه الاسكاربا فاشا إلى منطقة الثاي لديه هي عبارة عن ولكن ستقوم بتغليف المسلز فستكسب تسمية بدلا من ففي لديه لديه لأنه لديه 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 فهذه التي ستغلف المسلز 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 لديه المسلز لديه و و لا يمكنك منها أي أنها ستقوم بتغليف المسل وتغليف أيضا الأبنيروسيز للمسل والأبنيروسيز هو عبارة عن جزء من المسل بشكل فعلي المسل تتكون من المسل التي تكون حمراء ويضا تتكون من الذي هو عبارة عن المسل في بعض الأحيان يكون هذا المسل أبنيروسيز وفي بعض الأحيان يكون تندن وفي بعض الأحيان لا يكون لا أبنيروسيز ولا تندن يكون فقط مسل أبنيروسيز تغليف طبقات المسل الثلاثة التي تكون الانترولاترال ابدامينال وول وهذه الانترولاترال فاشا ستكون متصلة بشكل قوي في هذه المسل وليس من السهل فصلها عن المسل وهي ستغلف المسل فايفرز والأفنيروسيز للمسل مثل ما نلاحظ بعد أن تعرفنا على السكن والسبكوتينيوستيشا بطبقتين الفاتي لاير الكامبر فاشا والمنفرنس لاير الاسكاربا فاشا فسيكون لدي ثري لايرز أوف مسلز كل مصل من هذه المسلز ستكون مغلفة من الجهتين مثل ما نلاحظ من الأنتيرير ومن البوستيرير بإنفستينغ فاشا هذه الطبقة الخضراء هنا هي عبارة عن الإنفستينغ فاشا للإكستيرنال أوبليك مصل وهذه الطبقة الأورنج البرتقالية هي عبارة عن الإنفستينغ فاشا للإنتيرنال أوبليك مصل وهذه الطبقة الزرقاء هي عبارة عن طبقة الإنفستينغ فاشا للإترانسفيرسس أبدامينس مصل الإنفستينغ فاشا أو فاشاز حينما تكون جمع في بعض الهاتف تسمى فاشا إذا جمع لأما إضافة E في الأخير في نهاية الكلمة أو إضافة S هي عبارة عن طبقة رقيقة جدا ولكن متصلة بشكل قوي بالمصل هذه الطبقة being represented mostly by the epimysium epimysium هو عبارة عن طبقة من الconnective tissue تغلف المصل بشكل عام هذه من الهيستولوجي هذه الصورة من الهيستولوجي والبيسيبس هي عبارة عن العضلة الموجودة في الذراع فمثل ما نلاحظ هذه البيسيبس ستكون مكونة من عدد من المصل فيبرز وحينما أقول مصل فيبرز أقصد فيها خلية عضلية لأن الخلايا العضلية تكون موجودة بصيغة فيبرز وليست بشكل الخلية المعتاد فهذه المصل فيبر ستكون مغلفة بطبقة من الconnective tissue نسميها endomysium وبعد ذلك مجموعة من المصل فيبرز ستغلف بطبقة نسميها perimysium يعبارة عن طبقة من الconnective tissue وبعد ذلك مجموعة من هذه الفاسيكلز هذه الفاسيكلز يعبارة عن مجموعة من المصل فيبرز تكون موجودة بحزمة واحدة هذه تراب العين المجرد نستطيع أن نراها في غرفة العمليات أو على جثث حقيقية للجسم البشري فمجموعة من الفاسيكلز ستغلف بطبقة من الconnective tissue أيضاً هذه الطبقة ستسمى بالأبي فمثل ما نلاحظ أيضاً هذه الصورة أخرى لمصل فيبرز مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن المصل فيبرز وهذه المصل فيبرز مثل ما نلاحظ سنقوم بتكبير هذه قطعة سنقوم بتكبيرها فكل مصل فيبر كل خلية أضلية ستكون مغلفة بالإندو مايزيوم هذا هو عبارة عن إندو مايزيوم هذه الصورة على ما أعتقد تحت المجهر الإلكتروني أو المجهر الظهوي لستم متأكد ولكن تحت المجهر فهذا هو عبارة عن الاندو مايزيوم وهنا سيكون المصل فايبر هذا هو عبارة عن المصل فايبر وسيحيط به الاندو مايزيوم بعد ذلك مصل فاسيكل واحد هذا هو عبارة عن مصل فاسيكل المصل فاسيكل هو مجموعة من المصل فايبرز تكون حزمة مع بعضها البعض فهذا المصل فاسيكل سيغلف بهيري مايزيوم مثل ما نلاحظ هذا هو عبارة عن الفري مايزيوم الذي سيغلف المصل فاسيكل وبعد ذلك العضلة بالكامل ستغلف بالأبي مايزيوم والأبي مايزيوم والإندو مايزيوم والفري مايزيوم هو عبارة عن كونكتف تيشيو لذا فأن الانفستنج فاشا للإنترولاترال أبدمينا المصل ستكون رقيقة جدا لدرجة أنها ستكون تقريبا فقط طبقة من الأبي مايزيوم ستغلف العضلة The internal aspect of the abdominal wall is lined with membranous and orular sheets offering thickness constituting endo-abdominal fascia وهذا يعني أن المسكيلر layer of the intralateral abdominal wall ستبطن من الداخل بطبقة من الكونكتف تيشيو ستسمى بالإندو أبدمينا الفاشا وهذه الإندو أبدمينا الفاشا تختلف في الثكنس لها تختلف في سمكها من منطقة إلى أخرى من مناطق الأبدمينا الوول مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الاندو أبدمينا الفاشا والتي ستكون ديب للمسكيلر layer of the intralateral abdominal wall لذا فأن هذه الاندو أبدمينا الفاشا هي عبارة عن طبقة منفصلة عن المسلز ولكن مور قد صنفها باعتبارها جزء من المسكيلر layer ولكن بعض المسادر تعتبرها طبقة منفصلة أحد طبقات الاندرالاترال أبدمينا المنفصلة ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الطبقة بشكل عام تسمى بالإندو أبدمينا الفاشا ولكن في الاندرالاترال أبدمينا الوول هذه الطبقة سيكون لها اسم مختلف فسيكون اسم هذه الطبقة في الاندرالاترال أبدمينا الوول عبارة عن الترانسفيرسالس فاشا الترانسفيرسالس فاشا هي عبارة عن اندو أبدمينا الفاشا ولكن تكون موجودة تحديدا في الاندرالاترال أبدمينا الوول لأن الاندو أبدمينا الفاشا تمتد posteriorly تمتد إلى الخلف أي كما هو الحال في الاسكاربا فاشا والكوز فاشا أو السوبرفيشال فرينيال فاشا فهي عبارة عن نفس المادة ونفس الطبقة ولكن حينما انتقلت من الابديمن إلى الفرينيال تغير اسمها لذا فالإندو أبدامين الفاشا لها أسماء مختلفة باختلاف الموقع مثل ما نلاحظ هذه الصورة توضح الانترال أسبكت للإنترولاترال أبدامين الغول هذا هو عبارة عن الانترولاترال أبدامين الغول ولكن نراه من الداخل من داخل الابديمن هذه الاسكن والسبكتينيوستيشو وهذه المسكيلر ليارس وهذه الاندو أبدامين الفاشا مع الاكسترابيرتونيال فات وهذه عبارة عن الفرائتال بيريتونيوم هنا في هذه الجهة تم إزالة الفرائتال بيريتونيوم والاكسترابيرتونيال فات لكي تظهر لديه مثل ما نلاحظ لكي تظهر الاندو أبدامينال فاشة وهذه الاندو أبدامينال فاشة التي ستكون موجودة في الانترولاترال أبدامينال وول ستسمى بالترانسفيرسالس فاشة ستكون موجودة ديب إلى هذه المسكيلر ليرز فهذه الترانسفيرسالس فاشة ستكون ديب لكل المسكيلر ليرز الموجودة في الانترولاترال أبدامينال وول بشكل عام سواء كانت من جهة اللاترال أو من جهة الانتيرير بالحقيقة قد ذكرت هذه المعلومة قبل قليل ولكن الآن نقرأ النص المتعلق بهذه المعلومة ببساطة الترانسفيرسالس فاشة هي عبارة عن الطبقة المبطنة لطبقة الترانسفيرسس أبدامينال التي عبارة عن مصل مع الأبنيروسيز لها فهذه الاندو أبدامينال فاشة ستمتد إلى العالة لكي تبطن الدايفرام أيضا ففي الدايفرام لن أسميها بالترانسفيرسالس فاشة وإنما سأسميها بالإندو أبدامينال فاشة فقط وسنتعرف على هذه التفاصيل إن شاء الله في المحاضرات المستقبلية للأبدامينال أناتومي مثل ما نلاحظ هذه الصورة على ما تقدل أكثر تواجدا في محاضرة الاندو أبدامينال وول هنا في هذه الجهة تم إزالة الاسكن وتم إزالة السبكوتينيوس تيشو بطبقته سواء كان إلى الأعلى من الأمبليكس أو إلى الأسفل من الأمبليكس تم إزالة السبكوتينيوس تيشو والاسكن في هذا الجزء أما الآن فسنقوم بإزالة الطبقة الأولى من المصص والتي هي عبارة عن الأكستيرنال أوبليك مصص مثل ما نلاحظ هذه هي عبارة عن الأكستيرنال أوبليك مصص حينما قمنا بقطعها فبقي هذه قطعة من الأبنيوروس هي الأكستيرنال أوبليك مصص وأيضا قطعة من المص الفايبرز للأكستيرنال أوبليك مصص إلى الداخل من الأكستيرنال أوبليك مصص لدينا الإنترنال أوبليك مصص مثل ما نلاحظ هذه إنترنال أوبليك مصص وهذه أيضا إنترنال أوبليك مصص هذا مثل ما نلاحظ هو عبارة عن جزء هذا هنا وعبارة عن جزء من الأبنيروسيز للأكسترنال أوبليك مصل والذي سيقوم أيضا بتغليف هذه العضلة والتي هي عبارة عن الركتس أبدامينس عبارة عن عضلة تكون موجودة في منتصف الأبديمن لدي واحدة على الليفت وواحدة على الريت هنا في هذه الصورة مثل ما نلاحظ قمنا بإزالة الانترنال أوبليك مصل مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن الانترنال أوبليك مصل وبعد أن قمنا بإزالة هذه الانترنال أوبليك مصل ظهرت لدي الترانسفيرسس أبدامينس مصل وهنا في هذه الجهة قمنا بقص الترانسفيرسس أبدامينس مصل وقمنا برفعها فظهرت هذه الطبقة هذه الطبقة هي عبارة عن الترانسفيرسالس فاشة وهي عبارة عن endo-abdominal fascia ولكن تكون موجودة ديب إلى transversus abdominis muscle سواء كان المuscle fibers لها أو الأبانيروسيس لها فهذا هو عبارة عن الأبانيروسيس للtransversus abdominis muscle وهذه هي عبارة عن المuscle fibers للtransversus abdominis muscle بالثمان نلاحظ هذه anterior aspect للأبديمن وهنا سأقوم بقطع الأبديمن بهذا المستوى وقطع الأبديمن أيضا بهذا المستوى بالثمان نلاحظ حينما نرى الأبديمن بالثمان نلاحظ هذه عبارة عن قطعة من الأبديمن هذا عبارة عن transverse cut section للأبديمن عند هذه النقطة above amplicus بالثمان نلاحظ ليس هناك سكاربا فاشا هناك فقط skin و subcutaneous tissue فقط fatty layer بينما إلى الأسفل من الأمبليكس حينما قمت بقطعها فمثل ما نلاحظ لدي skin ولدي fatty layer of subcutaneous tissue ولدي memberness layer of subcutaneous tissue وفي كل الحالتين فلدي transversus fascia مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن transversus fascia وأيضا هذه عبارة عن transversus fascia مثل ما نلاحظ هذه تقريبا صورة مطابقة ولكن أوضح هذه من نتر وتلك كانت من مور فمثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال endo abdominal fascia ولكن حينما تكون deep للtransversus abdominis muscle فسنسميها بالtransversus fascia هذه هي عبارة عن طبقة التransversus fascia التي ستكون موجودة في ال endo lateral abdominal wall مثل ما نلاحظ هذه صورة لل internal aspect of the endo lateral abdominal wall الآن أنا أرى ال abdomen من الداخل هذه هي عبارة الآن أنتم ترون ال external aspect لل intralateral abdominal wall أما أنا فقمت بأخذ coronal section والآن أرى ال intralateral abdominal wall من ال internal aspect أما الآن فسأقوم بتكبير هذا المربع لل intralateral abdominal wall من ال internal aspect له مثل ما نلاحظ هذا ال skin هو subcutaneous tissue وهذه الم muscular layer وهذه ال endo abdominal fascia ولكن حينما تكون deep للtransversus abdominis ستسمى بالtransversus fascia مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن transversus fascia ومثل ما نلاحظ هذه عبارة عن صورة لأسفل البطن وهنا أيضا تتضح لدي طبقات ال intralateral abdominal wall ولكن من الأسفل وسأقوم بتكبير هذا المستطيل لكي نرى مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن ال three muscular layers هذه عبارة عن التransversus abdominis muscle و deep لها سيكون لدي التransversus fascia و أيضا مثل ما نلاحظ هذه عبارة عن التransversus fascia deep لها سيكون لدي الأكسترا بريتونيال fat و deep للأكسترا بريتونيال fat سيكون لدي البريتونيوم أو البريتل بريتونيوم أما الآن فتبقى أن نتحدث عن البريتل بريتونيوم على رغم من أن البريتل بريتونيوم لا ينتمي للفاشة ولكن مع ذلك سنتحدث عنه بشكل مختصر لأننا أتينا على ذكره كثيرا ولكن هناك محاضرة خاصة بالبريتونيوم سواء كان البريتل أو الفيسرل وتفاصيل كثيرة عنه مثل ما نلاحظ the glistening lining of the abdominal cavity the parietal بريتونيوم is formed by a single layer of epithelial cells and supporting connective tissue glistening lining تعني أنه عبارة عن lining أي عبارة عن طبقة تبطن الأبدامنال كافيتي ولكنها تكون glistening أي shiny أي تكون متلألئة فيها لمعة ما تلمع وهذه البريتل بريتونيوم مكونة من طبقة واحدة من ال epithelial cells بالإضافة إلى ال connective tissue الذي يقوم بعمل support لهذه ال epithelial cells لذا فالبريتل بريتونيوم تختلف عن الفاشة باعتبارها epithelial tissue وليس connective tissue والشيء بالشيء يذكر فإن ال entralateral abdominal wall يغلف بskin وهي عبارة عن epithelial tissue ويبطن ببريتل بريتونيوم وهي أيضا عبارة عن epithelial tissue the parietal بريتونيوم is internal to the transversalis fascia and is separated from it by a variable amount of extra peritونيوم fat هذه المعلومة ليست بالجديدة فالبريتل بريتونيوم مفصول عن ال endo abdominal fascia أو transversalis fascia وبالتالي تبطين ال abdominal wall وإلى هنا انتهى هذا الفيديو الذي كان بعنوان fascia of the intralateral abdominal wall نلتقى إن شاء الله في الفيديو القادم الذي سيكون عن المسcles of the intralateral abdominal wall ترجمة نانسي قنقر